قطف قدنا ثمرا ترى ما في نواحينا حديث الدار كالأمطار غيث في نوادينا جلسنا في فناء الدار حياكم الله مشاهدينا كرام اليوم حنا يعني يوم الخميس يوم الخميس يحتاج مننا إلى تشغيل الدكان لأن الناس تحتاج تشتري من الدكان و دكان الأفكار هو نموذج من هذه النماذج اليوم معنا و معنا طبعا نرحب مشاهدينا الكرام الأستاذ عمار وجانة أحد مؤسسي مشروع دكان الأفكار حياك الله سيد عمار الله يحييك وسعيد جدا بلقاءكم و أتمنى أني أفيد أفيدكم و أفيد المشاهدين أنتم مفيد لنا بمجرد هذه الابتساء و نسعد بالطاقات و من يحملون مثل هذه الأفكار الجميلة و النيرة و المستقبلية إن شاء الله بما أننا قلنا دكان أفكار لكي نزيل التوضيح للمشاهدين الكرام حتى يعرفوا مكان من هذا المحل و الدكان نبدأ سريعا عن دكان الأفكار ثم نغوص في هذا الدكان بكل بساطة دكان أفكار هو عبارة عن متجر إلكتروني بإنبيع من خلاله منتجات المنتجات هذه هي عبارة عن منتجات إما أنه فيها أفكار فالمنتج ما يكون منتج تقليدي أو منتجات فيها تصاميم مختلفة تصاميم إبداعية بحيث أنه تقدر تقول أنها منتجات مختلفة نوعا ما عن المنتجات العادية التي تلاقيها في السوق بشكل عام فدكان أفكار عنده منتجات مميزة مختلفة إذا أنت حاب تروح تأخذ شيء مختلف سواء لك أو لأي أحد من أصدقائك دكان أفكار هو المكان الذي يمكن أن تشتريه طبعا نحن تجارتنا كلها عن طريق الإنترنت عن طريق الأونلاين لا يوجد عندنا أي موقع حقيقي وواقعي تقدر تروح مثلا شيء لا نحن كل شيء موجود عندنا عن طريق الإنترنت ونوصل إلى جميع أنحاء المملكة هذا جزء من سؤالي أن استهدافكم للتجارة الإلكترونية هو مثل مجموعات كبيرة من الشباب الذين عندهم مشايع بدأوا يتجهون إلى السوق الإلكترونية كيف وجدت السوق أول ما دخلته عمار؟ الحقيقة بصراحة والتجارة الإلكترونية في الأربع سنوات الماضية بدأت تنمو بشكل جدا كبير ومتوقع لها أيضا أنها تنمو أكثر في الخمس سنوات المقبلة إن شاء الله في البداية كان طبعا فيه تحدي والتحديات جدا كثيرة في التجارة الإلكترونية لكن مع الوقت أتعلمنا أتعلمنا كيف إحنا مفروض نتعامل مع كل التحديات هذه ولا زالت التحديات هذه بعضها موجودة ونواجهها ونحاول أن نتغلب عليها طيب حلو إيش أهم عوامل النجاح بشكل عام في التواصل الإلكتروني أو في من يرغب أن يسير له فعلا زاوية أو منصة في هذا العالم صحيح في كثير من الناس يعتقدوا أن التجارة الإلكترونية وأنك أنت يكون في عندك موقع هو شيء جدا بسيط تروح تأخذ لك موقع وتسويه وخلاص لكن الحقيقة غير ذلك مواقع التجارة الإلكترونية المحترفة تلاقي ممكن تلاقي عدد الموظفين فيها يوصل إلى مئات الأشخاص فعوامل النجاح مهمة جدا أول شيء عندك العامل التسويقي العامل التقني ومدى معرفة الشخص بالمجال التقني العامل أيضا اللوجستي وعدة عامل أخرى ثانية لكن بشكل مهم جدا لازم الشخص يكون في عنده إلمام بأكثر من شيء وطبعا الاستثمار مهم جدا لأن مجال التجارة الإلكترونية بشكل عام يحتاج إلى استثمار جدا نخم علشان الشركة دراهم قصدك السوق عمار أربعمية مليون إراداته أو أكثر من أربعمية مليون السوق الإلكتروني يعني لما دخلت في هذه المساحة الكبيرة خصوصا أن السوق فاضي إلى الآن هل شعرتوا فعلا بأن السوق كبير وأن المجتمع مقبل على مثل هذه المشاريع؟ صحيح إذا جينا مثلا نشوف التركيبة السكانية في المملكة العربية السعودية سنلاقي أن أكثر الفئات هي الفئة الشبابية والشباب بشكل عام هم الآن هم الآن اللي بيحبوا أن يشتروا على طريق الإنترنت بشكل جدا كبير فإذا جيت مثلا نشوف الفئة اللي بتشتري من دكان أفكار ستلاقي أنه تركيزنا بشكل كبير على الفئة الشبابية من حديثكم عن الفئة المستهدفة تحديدا بس أنت لما قلت السكانية وما السكانية هل عندكم دراسة في هذا الأمر أو توسع أكبر من قضية أنها فئة مستهدفة شباب كبار سن؟ يعني هل تقصد هل بحثتوا مثلا بين المدن أن المدينة الفلانية عندهم رغبات شراء للأشياء الفلانية؟ هل وصلتوا لهذه المرحلة في الدراسة؟ طبعا أول حديث عن هذا عندما نجينا دراسة ميدانية طبعا غالبية المبيعات التي هي المدنة الرئيسية جدة الرياض والشرقية والدمام والخبر لكن في نفس الوقت لقينا أنه أنه في جمهور كبير جدا موجود في القرى وموجود في الأماكن هذه لازم يعني يحبوا أنهم يشتروا عن طريق الإنترنت على فكرة المشاريع الرائدة إبو حسام لماذا على المقاطع عمار الرائدة مثل هذه وصلت في دراساتها فعلا إلى دراسة سلوك المشتري وحسب المدينة التي ساكن فيها وثقافة المدينة يعني هذا ليس بغريب على المبدعين ما شاء الله صحيح فالمدن هذه ليش؟ لأنه في بعضها ما فيها مولات كثيرة مراكز تجارية مراكز تجارية يقول لك بدل ما أسافر إلى جدة أو أسافر إلى الرياض خليها تجيني خليها تجيني وتجيني إلى باب بيته وصلنا كمان طبعا في التجارة الإلكترونية في التجارة الإلكترونية لدينا تحدي هو التحدي الذي هو الدفع عند الاستلام لأننا نطبق خدمة الدفع عند الاستلام لكي أن العميل يكون مرتاح الأصل أن العميل يدفع قبل الشراء أثناء الموقع أو لا تسجيل الموقع هذا الشيء الذي نتمنى لكن على الأسف 10% فقط من الناس عندنا يشترون عن طريقة الفيزا والماستر و10% كثيرا مصداقية هذه مصداقية يمكن أن الناس وقعوا في أكثر من والله أنا أرى أننا ندل لعناء فهو ما يرتاح طلع الدراحة من إذا شاف البطاعة فممكن يطمئن قلبها يعني هي ممكن ثقافة في بعض الناس صار خلاص بالبطاقة مباشرة يشتري لكن أعتقد أنه بعضهم أو كثير منهم ما وصلوا إلى المرحلة وهذا اللي أنتو تشتكون منه صحيح أعتقد أنه الموضوع جدا كبير في له أسباب جدا كثيرة منها عدم توفر طرق دفع حاليا الآن قاعدين يعني عارف أنه فيه مشاريع الآن لتسهيل الدفع نتمنى أنها تنطلق بشكل أكبر في القريب العاجل لكن أبو أرجع على نقطة مهمة جدا أنت ذكرتها في موضوع الدراسات نحن كمتاجر إلكترونية عندنا مشكلة في الطلبات التي نرسلها وبعدين المشتري غير رأيه وبترجع لنا مع أنه في الحقيقة يعني المشتريات هذه عقد بيني وبين الشخص اللي يبي يشتري كم نسبتهم اللي يسوون هذا السلوك والله شوف عادة بشكل عام في التجارة الإلكترونية المرتجعات يعني ما بين ما بين 15% إلى 20% بشكل عام يعني منسوب عالي جدا عالي يعتبر يعتبر عالي ف ما تفعل عادة في الأشياء هذه تصير تتسوي دراسات المدينة هذه كيف السلوك فيها سلوك الأفراد المشتريين أو المشتريات فيها بالضبط وفي بعض الأحيان تبدأ تقول والله لا ما ينفع أنه نحن نقدم الخدمة هذه في المدينة هذه ليش لأنه بكل بساطة مثلا معظم الطلبات بترجع من المنطقة هذه عندنا إحنا جايبين صندوق وهو اللي جابها لنا عمار بس مقفل الصندوق ما عندنا نشوف هذا شنطة صديقنا عبقور فيها فكار جميلة يا أخي تحس أنها مغرية يمسك الطلبة أنا ودي نسابق هذا الجمهور إيش هذي ونهديها جمهور خلها بعدين لا تقول إيش هاي طلعها هنا كلها هات يعني شوف هو تغليفها صراحة يعني مبهر إنت لو تدريش هاي ما تصدق بس خلها بالله صادق أجلوش هذي أبو حسان هاي طلعها ممكن أكتاب والله فعلا زي شنطة عبقور يعني فيها فكار عبقرية أي وهذا كنها طبعا هذه الأشياء كلها يعني كل الناس يقدروا يشتروا عن طريق الموقع دكان أخبار من غير أي نقه ويك لكن نقه ويك إيش هذا تشتش منطقية سفرية هذا اسم واحد من العيال فالاستراحة ها أخونا تشتش الله أعطي العافية طيب نحن رح نمر على هذه المنتجات بس بعد ما نخش في دكان الأفكار الآن في كثير من مواقع التواصل الصفحات التجارية اللي لها منتجات لها صح ولا لا كثير جدا إيش اللي يميز دكان الأفكار هل هو المنتج والإبداع في هذا المنتج من حيث فكرتين الفكرت غريبة شكل غريب ولا من حيث صراع التوصيل ولا من حيث الأسعار إيش السير في دكان الأفكار طبعا أول شي اللي بميزنا نحن تخصصنا فدكان أفكار متخصص في المنتجات اللي اللي ذكرناها زائدا طبعا إنه دكان أفكار من المواقع اللي بتحاول إنها توصل للعميل بشكل أو تكون قريبة من من الأشياء اللي هو يبغاها العميل فنشتغل على دراسات نشتغل على أشياء جدا كثيرة بحث أنه نعرف رغبات العميل وإيش العميل يحتاج بالضبط ونحاول نوفرها له أصافها عندكم فيها كل منتج موجود صور المنتجات يعني هذا المنتج هذا ما أدري ما أكتشفت شيء هنا لكنها رضاعة بعلمكم بها بس دعوني أقرأ المنشتة وأقول لكم سنة 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 تقرأيش؟ النشرة لا أقرأتك بشي حاجة المنشتة اللي هو المنشتة تسمونها كذلك غلطة إيه لاي نقرأ النشرة أنا أتفتح حياتي بس ممكن تسمحلي عشان أقرأ المنشتة اللي جوه عجبتك صح؟ هذه زيتوس ماسترز شرح لك المنتج أنا لحيي قعد أقرأ بس هذا شرحني بالمانشتة المنتج اللي عندك اللي عنده عبد الرحمن تسلم وشهو؟ أنا بشرحه معلش أنا فهمت فكرته طبعا شباب دكان أفكار فعلا دكان أفكار يعني هذه هي العبوة للمنتج طيب المنتج مسمينه رمضان كريم لا هذا مسواك اسمه هذا مسواك بس لأنه الغلاف حق رمضان بس يناسب رمضان يعني الهوية عن رمضان هذا الباكجينج حق رمضان طبعا فيه مسواكين أنا بغيت أصرف لأسم من أندي لي ولكن فيه مسواكين وفيه هذا الظاهر حقيش هذا تعقيم ولا وشهو طيب أي شهو؟ ما هي الفكرة؟ خليه بس أعطيكم فكرة ما مداني أقرأ المنشتك الله بساطة الفكرة هذا كان مشروع مشروع بنت كانت في الجامعة جات بتسوي مشروع التخرج فكان عن كيف أنه هي ممكن تطور في منتج فرشة الأسنان ففكرت في المسواك حلو فشافت أن المسواك بشكل عام المسواك بتشتري ممكن تشتري من عند المسجد تحطه في جابك لكن بممكن يتعرض إلى إيش؟ إلى جفاف يتعرض إلى جراثيم يتعرض يتعرض فاخترعت الأنبوب الحافظة هذه بحيث أنه أنت تقدر تأخذ تحط المسواك فيها وتقفله ويصير زي القلم في جابك وتقدر تقطعه وتقدر تسوي كل اللي أنت تبعه يعني يعطي حياة أدوم للمسواك شف شعار هذا اكتبه حياة أدوم خلاص حطه في الكرتون بحسان بس أنت خلنا نشوف الشأن در منتج أنت لا أخذ تعلم هذا في المنشدة لك لا أنا أشوف الأركان هذا طيب له علاقة بأركان يا شيخ صندوق المرح هذا وشو حبيبي؟ هذه طبعا فيها موية جوه نحن نضع فيها موية كثير من الناس لا يشربوا موية كثير مع الأسف وأنا كنت واحد منهم طبعا لكن فكرة المنتج هذا أنه في أبليكيشن بتربط الأبليكيشن هذه بقرورة الموية وتبدأ تشرب وتصير تبدأ تشرب موية فالأبليكيشن يقول لك قديش أنت شربت وقديش أنت تحتاج وقديش عجيب يعمل لك تحاليل كاملة عن مدى شربك للمياه يعني حين إذا شربت وكذا يقول لك أنت شربت نصر لتربك بالضبط ويقول لك أنت لازم تشرب وصير يذكرك ويقول لك تحتاج تشرب موية هذا يا عمار تصلح لأبو حسان إذا طول في فقرته تعطيه هذه عشان ينجز قدر لمكا هذا ابتكار جميل صراحة عن المسابقات هنا في علوم يا رجل ها هذه تعطيك علم إذا ما شربت فضيحة يا ولد هذا المسابقة يسمى المسابقة البوكس هذا طبعا اسمه صندوق المرح 500 مسابقة تعطينا عنا فكرة وإحنا نعيد الجمهور أنه راح نسوي لكم مسابقة من خلال هذا الصندوق إن شاء الله برعاية عمار ومشروع عمار ما الفكرة عنه يا عمار هذه اللعبة اسمها الأركان الخمسة صندوق المرح لعبة نشاطات إسلامية بشكل بسيط نحاول أن نضيف مرح إلى التعلم طبعا هذا المنتج جاهز طبعا مو إحنا اللي سويناه لكن إحنا طبعا جدا فخورين أنه يكون موجود ينباع في دكان أفكار ومنتج محلي لازم ندعمه بأي بسيطة يقرون الأسئلة هم شيء فهي فيه كذا أفكار كذا فكرة مثلا يقول لك مثلا يعطيك مثلا كرت ويقول لك مثل الفكرة هذه أو مثل اللي موجود في الكرت أو ارسم الشيء هذا فأفكار يعني صراحة جدا كثيرة وممكن يعني تتعلم وتستمتع في نفس الوقت طيب بالنسبة للتصميم والقوالب بتأخذ منكم جهد ووقت والمال أيضا طبعا هذه تحتاج عمل تخصصي في التصميم نحن طبعا تخصصنا البيع تجارة البيع نحن نجعل المبدعين يأتي بأفكارهم ويأتي بمنتجاتهم اللي فيها أفكار عشان نعرضها وطبعا ناخذ نسبة عليها لكن الأساس أنه ندعم المشاريع هذه عندي فكرة قدر ضغط يسوي لك كبسة خلال ربع ساعة قدر ضغط تستس نسميه الشاب تستس هنا هذا تش تش وانا عندي قدر ضغط يسموه تستس بس مش كايدا قفل على العقل ما يمديك تطرح على الحلقة فخلنا في المياه والمسوها طيب خلالنا أسحب هذه لأن هذه كرتونها مقفل طيب أنا على قول صاحبك تش تش دا هذا تش مكتوب شطاف متنقل أيوه هذه اشتعال ايش المشكلة طبعا 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 إحنا لو لما نتجي مثلا تسافر على دول غربية أوروبية الله أكرمك في دورة المياه ما في عندهم اللي هو المياه ما في عندهم ما في موية ما في موية أعوذ بالله فإش الحل طبعا الحل الموضوع هذا بكل بساطة الشخص اللي اخترع المنتج هذا قل لك أنا حأعمل شطاف متنقل بحجم جدا صغير تقدر تحطه في الشنطة وتقدر تستخدمه في أي مكان صراحة من أكثر المنتجات اللي جدا حبوها الناس ولقد رواج جدا جدا لأنها فعلا تحاكي معاناة قوية صحيح صحيح أمو من دائما ترى محاكاة المعاناة هي قضية ناجحة سواء في شعر في قصة في منتج في أي شيء و لا يأخذ الإبداع إلى من رحم المعاناة الله عليك الحاجة أمو أمو المعاناة 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 موا المعاناة ague أمو المعاناة 80 إلى 100 ريال يعني أقول لك عطني مسواك بريلين وعطني 85 ريال فكرة هذا الواقع فعلا شوف بعض الناس أشياءه البسيطة يعني هذا الشي يصنع له سعادة في نفسه ترى كون أن عنده فكرة جديدة وعنده شي جديد يهذب حياته يخلي حياته أسهل ترى تشعر بالسعادة لذلك الفكرة والتجديد قيمة من قيم العصر ولذلك يدفع عليها صاحب الفكرة يدفع عليها ملايين ريال دائما جينا على السعر الآن هل يعني لمسك أن الأسعار هذه قد تكون غالية على المستهلك أو المشتري ولا أسعاركم ثابتة والناس في ازدياد والله شوف إحنا بصراحة نحاول دائما أنه إحنا نكون منافسين في الأسعار ودائما نشوف أن نشوف المنتجات نفسها المعروضة لو كانت معروضة في أماكن أخرى نشوف كم الأسعار ونحاول أن نكون دائما على نفس الوتر لكن يظل يعني يظل بعض الناس يعني يحاولوا أنهم يعني يقول لك ليش ما تنزل في الأسعار طبعا المشكلة أن التجارة الإلكترونية مكلفة وإدارتها وتشغيلها مكلف جدا ومتعب جدا وشحن جدا مكلف فنتمنى أنه إحنا نوصل إلى مرحلة إلى مرحلة بحيث أن التكاليف تكون منخفضة إحنا نقدر برضو كمان في نفس الوقت نقلل من الأسعار وأعتقد هي مرحلة سنوصلها ستصلون إلى نجاح مثل ما وصلتم إلى هذا النجاح الحقيقة السادة عمار يعني المنتجات الحالة يبغى لها وقت طويل يعني غير الحديث عنها وعن السوق الإلكترونية وإحنا ساعدنا والله بحضورك معنا هذا اليوم ونسعد بكل الطاقات الشبابية المبدعة التي تقدم مثلها النماذج الرائعة فشكرا لك السادة عمار وجانة أو أحد مؤسسي مشروع دكان أفكار شرفتنا اليوم الله أعطيك العافية أنا اللي تشرفت وسعد جدا بالإيقاف بالعكس إحنا نسعد بك وبكل من يأتي إلينا بأفكار مثل هذه الأفكار الرائعة فالشكر لك والشكر لأخي أبو حسن موفقين موفقين أخونا حبيبنا وإن شاء الله نراك في تميز وفي قمة وفي أفكار إبداعية قادمة إن شاء الله سعدنا بك وسعدنا بك وأنتم شهدين يا كرام لا تنسوا غدا هو يوم الجمعة أكثروا فيه من الصلاة وأكثروا كذلك الليلة من الصلاة على النبي المختار صلى الله عليه وسلم دمتم في رعاية الله السلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته جلسنا في فناء الدار أحبابا محبين وحلت أنجم الجوزاء أنوارا تنادينا جلسنا في فناء الدار أحبابا محبين وحلت أنجم الجوزاء أنوارا تنادينا وغنى البلبل الصداح في أرجاء ودينا على كثب العلامة جد غرسناه بأيدينا وقطف قدنا ثمرا ترى ما فيه نواحينا حديث الدار كالأمطار غيث في نوادينا جلسنا في فناء الدار أحبابا محبين